اشتركوا في القناة بالليل جوحة أمير المؤمنين قالوا من نعم صارت بالنهار قال نسواننا ببيتكم ما يصير طلعت إلى ظل الشجرة واجتمعوا وياها النساء وتبكي ويبكي معها كل من حضر ذلك الموقع اشتركوا الجماعة اخر الليل راحوا فقلعوها ومذ أليفت ظل الأرائك لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقلعها تقول الرواية فبعدها تذهب يعني بعد ما قلعوا الشجرة تذهب إلى قبر الحمزة في كل يوم فتبكي تبكي حتى تخر مقشيا عليها من الضعف والمرض والحزن فتحمل إلى دارها فلما رآها أمير المؤمنين على هذا الحال بنا لها بيت أحزاء ماذا على من شم تربة أحمد ترجمة نانسي قنقر